بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لعزاء المشاهدين والمشاهدات لقناة عمان الثقافية أبناءنا الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج درس على الهوى لنطلع عليكم في الساعة الأخيرة بإذن الله والمخصصة لمادة اللغة العربية للصف الحادي عشر فوقت ممتع إن شاء الله أتمناه لكم وأيضا يكون وقت مفيد بإذن الله هذه الساعة سنخصصها لكتاب المؤنس للصف الحادي عشر للفصل الدراسي الثاني ستكون بإذن الله هذه الحصة أو هذه الساعة يعني مخصصة لباب المطالعة رح نتناول درس من دروس المطالعة الموجودة في الكتاب بالإضافة إلى أنها أيضا عملية تدريبية لكيفية التعامل مع قسم المطالعة في الإختبار الذي سيكون إن شاء الله قريبا معكم بإذن الله طبعا أطلب من الطلاب أن يكونوا متابعين معنا من خلال الكتاب في الصفحة 92 إلى 93 الذي إن شاء الله مثل ما قلنا رح تكون في المطالعة وسيكون عنوان الدرس التسامح يجعل الحياة أكثر جمالا هذا عنوان الدرس بإذن الله رح نتناول فيه يعني ما أتى في الدرس وأيضا نحاول أن نطرح بعض الأسئلة الموجودة حول هذا العنوان بحيث أنه مثل ما قلنا نتدرب على الورقة الإختبارية أو على قسم المطالعة كيفية التعامل مع الأسئلة التي تكون في هذا القسم وكيفية استخراج المعلومة المطلوبة من السؤال يعني كيف يتعامل الطالب مع هذه الجزئية أو مع الفقرات الموجودة داخل قسم المطالعة أو تحت العنوان الذي سيأتي لكم في المطالعة قبل البدء طبعا أتمنى فقط من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات الدخول إلى الفصل هذا الفصل الافتراضي بحيث أنه أيضا تكون الحصة متزامنة أو حصة متفاعلة فيما بيننا كل ما عليكم فقط توجيه جهاز الهاتف أو عن طريق قارئ الكود إلى الكود مظاهر معكم في الشاشة وبعد ذلك كتابة أسمائكم ويفضل كتابة الاسم بحيث أنه أيضا يكون هناك أيضا عملية تغذية راجعة لكم وعلى إجاباتكم بإذن الله فنعطيكم بعض الوقت فقط لعملية الدخول إلى الصف الافتراضي طبعا مثل ما قلنا هذه الحصة في المطالعة ولأنه أيضا قسم المطالعة يأخذ حيز من درجات الاختبار حيز يعني أو نسبة كبيرة من درجات الاختبار فعملية تواصلكم معنا وأيضا عملية متابعتكم لكيفية استخراج الإجابة من خلال نص المطالعة مهم جدا بالنسبة لكم فقط نتمنى يعني مشاركتكم الآن بدأت بعض الأسماء في الولوج إلى الصف الافتراضي نتمنى يعني أن يكون العدد مناسب بعد ذلك نبدأ إن شاء الله بإذن الله جميل حتى الآن الدخول بدأ ممتاز جدا طبعا الدرس موجود في الصفحة 92 وفي الصفحة 93 يعني يحبذ أن يكون الكتاب مكتوح على الدرس لأنها ستكون مجموعة من الأسئلة وهذه الأسئلة ستحتاج منكم الإجابة وستحتاج منكم القراءة السريعة طبعا كما تشاهدوا أن الدرس أو الموضوع مقسم إلى فقرات يعني طبعا يفضل من الطالب أن يقرأ النص قراءة سريعة الآن بإمكان أنكم أيضا تقرأوا النص الموجود معكم قراءة سريعة وتحاولوا أن تضعوا عنوان رئيسي لكل فقرة من هذه الفقرات لأن ذلك سيساعدكم في عملية الإجابة على الأسئلة التي ستكون موجودة بإذن الله فقراءة نتمنى منكم أيضا مثل ما قلنا قراءة سريعة تكون للنص الموجود في الصفحة 92 إلى الصفحة 93 ووضع عنوين فرعية وضع عنوين فرعية طبعا الدرس لديه عنوان التسامحي على الحياة أكثر جمالا نحاول أن نضع بعض العناوين المخصصة أو عنوين فرعية لكل فقرة من الفقرات بحيث أنه تساعدنا في عملية استخراج الإجابة الصحيحة للسؤال المطروح لأنه أيضا مثل ما قلنا نحن هو ليس درسا فقط وإنما هو درس تطبيقي بحيث أنكم أيضا تستطيعوا التعامل مع قسم المطالعة في الورقة الاختبارية بإذن الله طيب الآن بدأ يعني الدخول جيد مثل ما قلنا بإمكانكم فقط قراءة توجيه قارة الباركود في هواتفكم على الباركود الظاهر على الشاشة أو بالإمكان الدخول إلى الموقع الدخول إلى الموقع هنا مثل ما هو موجود classpoint.app بعد ذلك إدخال الرمز الظاهر أمامكم وكتابة الاسم يعني ننتظر قليلا فقط نوصل على الأقل إلى الثلاثين بعد ذلك إن شاء الله نبدأ مباشرة في الدخول ومن سينضم لنا تباعا إن شاء الله سننوه إلى مسألة التفاعل أو كيفية التفاعل معنا بإذن الله جميل الآن وصل العدد إلى الثلاثين نبدأ بإذن الله الدرس طبعا العنوان مثل ما هو الواضح التسامح يجعل الحياة أكثر جمالا في كتاب المؤنس في الصفحة 92-93 بداية نريد أن نفهم ما هو أو ما المقصود بالتسامح وما صفات أصحاب هذه السمة طبعا معرفة العنوان أو معرفة حول ماذا يتعلق هذا العنوان هو تقريبا نصف طريق الوصول للإجابات بإذن الله فالتسامح يقصد بالتسامح عن كلمة التسامح وهو أعطانا بعض الإشارات هي ما صفات أصحاب هذه السمة فإذن أنا سأبحث عن تعريف التسامح عن طريق صفات أصحاب هذه السمة سنجدها في الفقرة الأولى التعريف واضح وبشكل جميل الصبر على المكاره واحتمال الأذى والقدرة على مواجهة السيئة بالحسنة إذن هذا هو تعريف التسامح وهو صفة من الصفات الحسنة التي دعا الإسلام إليها وقد تمثلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني ضرب لنا أروع الأمثلة في التسامح مع تعامله سواء مع أصحابه أو سواء مع الناس في عصره أو أيضا حتى مع أعدائه فكان النبي صلى الله عليه وسلم متسامحا حتى يعني هو يصل إلى أعلى درجات التسامح كما سنجد ذلك في فتح مكة بعد دخوله لمكة وانتظار المشركين له فقال ماذا تظنون بأني فاعل بكم قالوا ابن أخي كريم فقال يذهبوا أنتم الطلقاء إذن هذه أعلى درجات التسامح وهي درجة حينما يكون الإنسان متمكنا أو قادرا على إيقاع الأذى بمن يعني وجه له الأذى ووجه له السيئة أو عامله بالسيئة إذن هذا هو تعريف التسامح وهو سيفيدنا إن شاء الله أيضا في الأسئلة القادمة بإذن الله طيب طبعا مثل ما قلنا أن التسامح هو صفة من الصفات التي دعا لها الإسلام وحث عليها وقد رسم القرآن الكريم طريق ومنهج عملي للتسامح أو التعامل مع الآخرين فيما يتمثل ذلك من خلال النص الموجود أمامكم كيف يعني الآن مثل ما قلنا نبحث عن المفاتيح الآن هو يعني أو المطلوب من الطالب أن يأتي بالمنهج العمل الذي رسمه القرآن لعملية التعامل بالتسامح مع الآخرين هذا السؤال المطلوب منكم الإجابة عليه فسأتيح لكم الإجابة مباشرة تفضلوا بارك الله فيكم إذن المطلوب المنهج القرآني المرسوم للتسامح أو كيفية التسامح مع الآخرين أو التعاطي مع الآخرين بالتسامح فما هو هذا المنهج الرباني أو ما هو دليل أو الاستشهاد لهذا المنهج مثل ما قلنا دائما نبحث عن الكلمات المفتاحية ونحاول أن نبحث عن الإجابة بطريقة صحيحة إذن المطلوب من السؤال المنهج الذي رسمه القرآن لعملية التعامل مع الآخرين بالتسامح فإذن هو يعني يطلب من الطالب استشهاد يطلب من الطالب استشهاد من القرآن للمنهج العملي للتسامح والتعامل مع الآخرين ممتاز الآن أول الإجابات وصلت إلينا طبعا مثل ما قلنا من ينظم لنا الآن بالإمكان المشاركة عن طريق فقط قارئ الباركود توجه قارئ الباركود إلى الباركود الظاهر أمامكم في الشاشة وبعد ذلك كتابة الإسم لأيضا التفاعل معنا بإذن الله طيب إذن أول سؤال يسأل عن المنهج المنهج العملي الذي وضعه القرآن الكريم للتسامح والتعامل مع الآخرين بالتسامح سواء من أحسن إلينا أو من أساء إلينا إذن هناك منهج رباني وضعه أو منهج عملي وضعه القرآن الكريم لعملية التعامل مع الآخرين بالتسامح فما هو هذا المنهج أو فيما يتمثل إذن مثل ما قلنا دائما نحاول أن نبحث عن الكلمات المفتاحية فبما أنه طلب من القرآن الكريم فأبدأ مباشرة بالبحث عن الاستشهادات الموجودة داخل النص حول هذا الموضوع حول الموضوع موضوع التسامح الآن إيد عشر إجابة وصلتنا نعطيكم بعض الوقت أعتقد أن الوقت فقط ثلاث دقائق فنحاول أن نسرع في الإيابة نحاول أن نسرع في الإيابة أو في إرسال الإيابة حتى الآن خمسة عشر إيابة لديكم بعض الوقت بعد ذلك نحاول مشاهدة إيجاباتكم وأيضا نحاول التعقيب عليها ونؤكد إذا كانت الإيجابات صحيحة إذن مثل ما قلنا أبنائنا وبناتنا الطلاب أنه نحاول من خلال هذا الدرس أنه نضع يعني نمدجه لأيضا عملية التعامل مع النص مع النص المطالع الذي يأتي في الورقة الاختباري دائما مثل ما قلنا نبحث عن الكلمات المفتاحية داخل السؤال السؤال دائما يحمل بعض الكلمات المفتاحية التي سنجدها في النص موجودة داخل نص المطالع فنحاول التركيز فقط فيها إذن السؤال هنا يسأل عن المنهج العملي منهج عملي وضعه القرآن للتعامل مع الآخرين أو طريقة التسامح مع الآخرين الآن نحاول أن نصل على الأقل إلى نصف عدد من الإيجابات يعني أعطيكم فقط 30 ثاني وبعد الثلاثين ثاني نحاول أن نستعرض الإيجابات الموجودة 17 إيجابة وصلت طيب نقوم بعملية الاستعراض طيب مقابلة السيئة بالحسنة دعوة الإسلام إلى التسامح معاذ يقول الفضل يقول وَلَا تَسْتَوِي الْحَسْنَ وَلَا السَّيِّئَةِ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنَ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٌ أحسنت الفضل إذن مثل ما قلنا هو يسأل عن نص أو يسأل عن استدلال في الأنظمة والتشريعات التي فرضها الإسلام مكتوم خديجة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة دميل الصبر على المكاره زاهر يقول علاقة بين انتشار القيم أيضا سعيد يستشهد بنفس الآية أيضا كوثر ممتازة كوثر علياء كذلك جميل إذن مثل ما قلنا هو معرفة السؤال معرفة ما يطلبه يعني السؤال هي نص في الإجابة فهو مثل ما قلنا يطلب استشهاد أو يطلب منهج يطلب المنهج الموجود معنا فما هو المنهج هو يعني أو السؤال مثل ما قلنا هو يطلب نص نص من القرآن يطلب نص من القرآن الكريم فاللي هي عملية الاستشهاد المنهج العملي فالمنهج العملي موجود معنا في أول فقرة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إذن هو هذا المنهج العملي الذي يرسمه القرآن لكيفية التعامل مع الآخرين ولمسألة التسامح لمسألة التسامح مرة أخرى يعني طبعا لدينا مجموعة من الأسئلة فقط كل مطلوب منكم أنك تفهم ما المطلوب من السؤال وبعد ذلك تقوم بعملية الإجابة بإذن الله إذن هذا هو المنهج العملي الواضح الذي يرسمه القرآن الكريم لعملية التعامل مع الآخرين سواء من أحسن إلينا أو من أساء إلينا طيب طبعا التسامح ليس قولا فقط وإنما التسامح قول وعمل التسامح قول وعمل إذن هذا التسامح لا يكون فقط كشعارات أو ككلمة أو كلفظة نرددها فقط بلساننا وإنما لا بد أن تترجم إلى عمل الآن شوف إذن نلاحظ ما العبارة السؤال ما العبارة الموافقة لهذا القول من النص إذن يطلب منك عبارة موجودة داخل النص توافق هذه العبارة عبارة أن التسامح قول وعمل وليس فقط ترديد أو ليست جزء فقط قول أو ليست جزء عمل وإنما هي قول وعمل إذن المطلوب الآن من السؤال استخراج العبارة التي توافق هذه المقولة من النص الموجود معنا في الكتاب إذن سأتيح لكم أيضا الإجابة لإجابة هذا السؤال تفضلوا بارك الله فيكم إذن التسامح قول وعمل ما العبارة الموافقة لهذا القول من النص إذن مطلوب مني وأنا أقرأ النص أني أبحث أنه أين يتحدث أن التسامح وقول وعمل وأستخرج العبارة الموافقة لهذا القول من خلال النص أو من خلال الفقرات الموجودة ومثل ما قلنا أنه عملية حينما أقرأ العنوان الموجود أمامي كل ما سأحتاج أني أضع بعض العناوين الجزئية لكل فقرة من الفقرات الموجودة بحيث أنني أستطيع بعد ذلك الإجابة لكن دائما مثل ما قلنا أن السؤال يحمل مفتاح للإجابة راح نجدها داخل الفقرة إذن ما هي العبارة الموافقة لمقولة أن التسامح قول وعمل فقط نذكر أن أبنائنا وبناتنا من ينضمون لنا الآن بإمكانكم المشاركة والتفاعل معنا في هذه الحصة من خلال فقط توجيه أجهزتكم إلى قارئ الباركود الموجود للظاهر أمامكم في الشاشة وكتابة الأسماء وبعد ذلك بإمكانكم إن شاء الله أنكم تتفاعلوا وتجيبوا على الأسئلة مثل ما قلنا هذه تعتبر حصة تدريبية أو ساعة تدريبية لكيفية التعامل مع نص المطالعة الذي يأتي عادة في الإختبار ويعني لديه نسبة كبيرة من الدرجات الخاصة بالاختبار إذن المطلوب مننا أن نستخرج العبارة التي توافق هذا القول التسامح قول وعمل مطلوب منك من خلال النص الموجود أو من خلال الفقرات الموجودة داخل الكتاب أن تستخرج العبارة التي توافق هذه المقولة دائما نركز فقط في عملية القراءة نركز في السؤال نركز ما المطلوب من السؤال مثل ما شاهدنا في السؤال السابق كان يطلب استشهاد منهج رسمه القرآن هنا لا يطلب عبارة توافق قول أو مقولة التسامح قول وعمل فما هي العبارة الموجودة من خلال النص التي توافق هذه المقولة حتى الآن ثمان إجابات جميل نطمح لإجابات نحاول أنكم تكونوا سريعين أيضا في القراءة وفي الإجابة طيب من ينظم لنا الآن نذكر مرة أخرى من ينظم لنا الآن بإمكانكم المشاركة والتفاعل معنا من خلال قارئ الباركود الموجود فقط توجهوا قارئ الباركود أو الأجهزة بعض الأجهزة مباشرة إلى الباركود الظاهر أمامكم بعد ذلك فقط كل مطلوب منك أن تكتب الإسم وبعد ذلك تستطيع الولوج إلى الأسئلة الموجودة والإجابة عليها مباشرة في المربعات الظاهرة معكم على الأجهزة على الأجهزة اليدوية طيب نحاول أن تكونوا سريعين رح نعطيكم دقيقة واحدة بعد ذلك نظهر الإجابات التي وصلت إلينا فلنحاول سريعا الآن وصلت إدعشر إجابة مثل ما قلنا عملية التعامل مع نص المطالعة مهمة جدا أيضا التعامل مع الأسئلة التي تأتي بعد نص المطالعة أيضا مهمة جدا وكيفية الوصول إلى الإجابة عن طريق المفتاح أو عن طريق بعض الكلمات التي توجد في السؤال مهمة جدا ودائما فهم السؤال هو نصف الإجابة فهم السؤال هو نصف الإجابة إذن هو يطلب من الطالب عبارة توافق مقولة التسامح قول وعمل ما هي العبارة الموجودة داخل النص التي توافق هذه العبارة نستعرض إجاباتكم التي وصلت نستعرض الإجابات يحتاج إلى التمثل والتطبيق فقط سوى بين الرجل والمرأة لا إذ لا يكتفي أن نمدح والفضاضة إلى الفضاضة التسامح الدليل الروحي والعمل المفضي مكتوم يقول لا يكفي أن نمتدح التسامح أو نكبر من شأنه وفي أعماقنا يرقد التعصب وفي سلوكنا تتجسد الضغاء والفضاضة أيضا أيضا إنما يحتاج إلى تطبيق والتمثل فقط إذ لا يكفي أن نمتدح التسامح أيضا محمود يوافق عن ما ذهب إليه مكتوم أيضا هنا أيضا رتاج تقول لا يحتاج إلى التوضيح وإنما يحتاج إلى التمثل والتطبيق فقط ممتازها رتاج نسيبة أصبح بعد أن تدهورت الأوضاع كالمقاموسية يعني مثل ما قلنا نحتاج أن نركز إلى ما يعني هو يريد يعني الإجابة فيها أعتقد أنه النوع من الإجابة الصحيحة ولكن هو يسأل عن أمر معين فقول له قولا لينا عليها تحتاج إلى بعض التركيز في السؤال التطبيق والتمثل بدر لا يحتاج خديجة أقول لا يحتاج إلى مزيد من التوضيح في نفس العبارة أيضا نور نور تسأل أي درس هذا درس التسامح يا نور في الصفحة 92 إلى 93 في المطالعة الشيخة في الفقر الثاني المبدأ الكامل في هاتين الآيتين لا يحتاج إلى مزيد من التوضيح وإنما يحتاج إلى التمثيل والتطبيق فقط دليل روحي سارة تقول تحتاج سارة إلى بعض التركيز التسامح وثمرة العقيدة مارية مارية تحتاج أيضا بعض التركيز في السؤال إلى ما كان السؤال يذهب يذهب إلى مقولة التسامح قولوا عمل ما هو الدليل أو ما الذي يوافق هذه العبارة أيضا عبد الرحمن لا يكفي أن نمتدح جميل جدا أيضا فداء جميل يعني بعض الإجابات فعلا تصل إلى الإجابة الصحيحة كذلك سعيد مثل ما قلنا اليقين أيضا فعلا إذن هذه هي الإجابة الصحيحة هي الإجابة التي يعني معظم الطلاب وصل إليها هي مقولة أنه لا يكتفي أن نمتدح التسامح أو نكبر من شأنه وفي أعماقنا يرقد التعصب وفي سلوكنا تتكسد الضغاء والفضابة إذن هو يشير إلى أن التسامح ليس فقط قول أو مسألة ترديد لهذه الكلمة وإنما هي لا بد أن تكون من خلال نبذ التعصب وترجمت ذلك في سلوكنا يعني أن نترجم هذه الكلمة أو أن نترجم هذا الخلق من خلال سلوكنا من خلال الإبتعاد عن الضغاء والفضابة إذن هذه المقولة أو هذه العبارة هي توافق مقولة أن التسامح قول وعمل مثل ما يعني نعيد فقط مرة أخرى أن عملية التركيز على المطلوب من السؤال هي نصف الإجابة في حاول عملية التركيز طبعا هذه العبارة ترد في الفقرة الثانية هذه العبارة ترد في الفقرة الثانية ونركز أنه عادة يعني في الورق الإختباري أو في أسئلة المطالعة عادة ما تكون متتابعة بعض الأحيان أنه يعني هي لا تذهب إلى فقرات مختلفة وإنما يكون فيها جزء من التتابعية فدائما الطالب حينما يضع عنوان فرعي لكل فقرة من الفقرات يستطيع الوصول إلى الإجابة بشكل سريع طيب الآن ننتقل مرة أخرى إلى السؤال أو إلى سؤال جديد هذا السؤال أيضا يعطينا يعني جزئية إذن مثل ما قلنا عملية كتابة عنوان فرعية للفقرات هي التي توصلنا إلى الإجابات بشكل صحيح إذن السؤال يقول طبعا التسامح ثمرة العقيدة هذه العبارة الموجودة معنا فعلى ماذا تقوم وما هي صورها إذن هو يطلب هذا التسامح أو هذه ثمرة العقيدة التي هي التسامح على ماذا تقوم إذن على ماذا تقوم هذه جزئية من السؤال وما هي صورها أيضا جزئية من السؤال إذن هو يطلب من الطالب الآن على ماذا تقوم ثمرة العقيدة التي هي التسامح كيف يقوم أو على ماذا يقوم التسامح وما هي صور هذا التسامح الذي وضعه الإسلام ما هي صور التسامح إذن يطلب مننا الآن جزئتين يطلب أولا على ماذا تقوم وبعد ذلك بعض صور هذا التسامح ستجدون أنكم في الإجابات يعطيكم أكثر من خانة للإجابة بإمكانكم كتابة على ماذا تقوم هذه الثمرة التي هي ثمرة التسامح وبعد ذلك على صورها الآن بإمكانكم الإجابة تفضلوا بارك الله فيكم الإجابة على هذا السؤال دائما مثل ما قلنا نركز نحاول التركيز على الإجابة ودائما العبارة أو السؤال يحمل بعض الكلمات التي نجدها في الفقرات فنبحث أن التسامح ثمرة العقيدة إذن هذا هو مفتاح الإجابة فالإجابة ستكون إما قبل هذه العبارة أو إما بعد فدائما مثل ما قلنا نبحث عن المفتاح فإجابة هذا السؤال على ماذا تقوم وما هي صورها دائما ستكون إما قبل هذه العبارة أو بعد هذه العبارة التي هي التسامح ثمرة العقيدة طيب نذكر فقط من ينظم إلينا بإمكانكم المشاركة من أبنائنا وبناتنا الطلاب فقط قراءة الباركود الموجود هنا معكم الظاهر في الشاشة عن طريق هواتفكم المتنقلة والدخول مباشرة إلى الصف فقط تحتاج إلى كتابة الإسم بعد ذلك تستطيع المشاركة معنا والإجابة على جميع الأسئلة الموجودة طيب إذن السؤال واضح التسامح ثمرة العقيدة فعلى ماذا تقوم وما هي صورها على ماذا تقوم أو على ماذا يقوم هذا التسامح وما هي صور هذا التسامح ما هي صور هذا التسامح الآن وصلت مجموعة من الإجابات طبعا مثل ما قلنا يعطيكم أكثر من إجابة فالمطلوب منكم أن تكتبوا على ماذا تقوم كإجابة مفردة وبعد ذلك الإجابات الباقية ما هي صورها إذن لها أكثر من صورة وليست صورة واحدة ليست صورة واحدة حتى الآن وصلتنا 15 إجابة نحاول مثل ما قلنا أن نجيب بتمعن أو نبحث عن الكلمات المفتاحية دائما النص أو دائما السؤال يحمل بعض الكلمات المفتاحية التي نجدها في النص في نص المطالعة فأنت تبحث في الفقرات الموجودة عن أن التسامح ثمرة العقيدة أين نجد هذه العبارة موجودة داخل الفقرات أو داخل النص نص المطالعة إذن الإجابة ستكون حوله لن تكون بعيدة إما قبل أو إما بعد هذه الفقرة إذن على ماذا تقوم هذه جزئية من السؤال وأما الجزئية الثانية فهي ما هي صورها ما هي صورها حتى الآن وصلتنا عشرين إجابة طبعا يفترض أن الإجابات تصلنا عدد أكبر لأنه مثل ما قلنا فيها أكثر يعني فيها أكثر من صورة ففيها أكثر من إجابة يتيح لكم تقريبا خمس أو إلى ست إجابات في السؤال بإمكانكم الإجابة عليها من ينظم أيضا نذكر من ينظم بإمكانكم فقط توجيه أجهزتكم إلى الباركود الظاهر أمامكم في الشاشة بعد ذلك فقط كتابة أسمائكم والدخول للمشاركة معنا في هذه الحصة بحيث أنه أيضا تكون حصة تفاعلية ونستطيع أن نرى إجاباتكم وأيضا أن نعطيكم بعض التغذية الراجعة الخاصة بإجاباتكم حتى الآن وصلتنا 23 إجابة يعني نريد الأكثر من الإجابات أو المزيد من الإجابات مثل ما قلنا نبحث عن هذه العبارة وعن هذا المفتاح داخل نص المطالعة الإجابة ستكون حول هذه العبارة إذن حول هذا المفتاح مفتاح الإجابة التسامح ثمرة العقيدة فإذن الإجابة سواء كانت على ماذا تقوم أو صور هذا التسامح رح نجدها قريبة من هذه العبارة فقط كل ما نحتاج وهي عملية التركيز والانتباه إلى النص طيب نحاول استعراب إجاباتكم التي وصلت طيب تقوم على حب الخير للناس جميعا على اختلاف أجناسهم تقوم بأدائها على حب الخير للناس جميعا حب الخير للناس دون النظر للاختلافات جميل طيب ما هي صورها حتى الآن لم يجاوب أحد على الصور بإمكانكم مثل ما قلنا يعطيك هو أكثر من خيار في إمكانك أن نكتب صورها جميل هنا سواء بين الرجل والمرأة ممتاز أو ساوى بين الرجل والمرأة بعض الصور صور التسامح أنه ساوى بين الرجل والمرأة هذه صورة من الصور طيب أيضا ما الصور أيضا الموجودة ما هي الصور أيضا الموجودة نريد يعني إجاباتكم طبعا هذه الإجابة لبشارة ممتاز هذه الإجابة أيضا لأسامة ساوى بين الرجل المرأة بعض الصور على اختلاف أديانهم ولغاتهم مساوى مكتوم ممتاز تقوم على حب الخير للناس مكتوم جميل جعل المجتمع فضل سعيد حب الخير للناس جميل إذن نستخرج الإجابة أو نصل إلى الإجابة راح نجد أن الإجابة أنها التسامح ثمرة العقيدة تقوم على حب الخير للناس على اختلاف أجناسهم ودياناتهم ولغاتهم إذن هذا ما هو تقوم عليه أو ما يقوم عليه التسامح أنه يقوم على حب الخير للناس باختلاف أجناسهم باختلاف دياناتهم باختلاف لغاتهم لأن حب الناس مثل ما قلنا أمر يفترض أن يكون فطري في الإنسان على اختلاف لونه على اختلاف لهجته على اختلاف جنسه إذن هو حب الناس هذا ما تقوم عليه هذه الثمرة وهي التسامح أما صورها فهي المساواة بين الرجل والمرأة هذه صور من الصور والمسلم وغير المسلم إذن هذه الصور المساواة من صورها أنه ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق وفي الواجبات وكذلك أنه ساوى بين المسلم وغير المسلم في التعاملات بحيث أنه ليس هناك فرق في عملية التعاملات لدينا كثير من التعاملات التي تجد ما بين المسلمين وغير المسلمين هي السواسي لا تقول أن هذا غير مسلم أنا أنقص مثلا في المعاملة التي يستحقها سواء كانت الاحترام أو سواء كانت معاملات المدنية من بيع وشراء وغيرها فإذن هناك مساواة بين الرجل والمرأة ومساواة بين المسلم وغير المسلم هذه من صور التسامح ومثل ما قلنا يقوم على حب الخير مثل ما قلنا رح تجدوا أن هذه الإجابة في الفقرة الرابعة موجودة في الفقرة الرابعة في الدرس مثل ما قلنا رح نجد أن أول عبارة وما التسامح الإسلامي سوى ثمرة العقيدة إذن مثل ما قلنا نبحث عن مفتاح التسامح ثمرة العقيدة هذه هي مفتاح الإجابة الإجابة تأتي بعدها تقوم على كذا ومن صورها كذا ممتاز إذن دائما نبحث عن جزء من السؤال جزء من كلمات الموجودة في السؤال داخل الفقرات أو داخل النص المطالع جميل ننتقل الآن إلى سؤال جديد وهذا السؤال يسأل عن التعصب والتطرف والتعصب والتطرف هو ضد التسامح أو ضد صفة التسامح التي يجعو لها الإسلام فنجد أن هناك بعض الناس من المتطرفين أو المتعصبين أو الرافضين للآخرين سواء هذا الرفض للونه أو للغته أو لجنسيته أو غيرها من صور الرفض فهي آفة طارئة على دين الإسلام وعليناك عرب طبعا مثل ما قلنا التعصب والتطرف ورفض الآخر هي آفة طارئة ليست يعني ما دعا له الإسلام وليست هي من عاداتنا العربية أو عاداتنا كمسلمين وإنما هي صورة طارئة طرأت علينا بعد ذلك فما هي الأسباب؟ إذن هو الآن يسأل عن الأسباب كيف سأصل إلى الإجابة؟ أصل إلى الإجابة من خلال بعض الكلمات المفتاحية الموجودة في السؤال فلدينا إذن التعصب والتطرف ورفض الآخر هذه كلها كلمات مفتاحية هذه الكلمات سنجدها وردت داخل النص وردت داخل نص المطالعة فإذن أنا أبحث عن أسباب هذه التعصب والتطرف ورفض الآخر من خلال النص الموجود نص المطالعة الموجود معي هو يسأل عن الأسباب إذن محتاج أني أعرف أسبابها كيف سأصل لها من خلال هذه الكلمات المفتاحية طيب الآن سأترك لكم المجال للإجابة تفضلوا بالإجابة طبعا مثل يعني بما أنه يسأل عن أسبابها فهو يترك لكم مجموعة من الإجابات بإمكانكم عملية أو إجاباتها بإمكانكم 1 2 3 4 خلف بعضها تتابعيا أن تكتبوا هذه الأسباب بشكل تتابعي 1 2 3 خلف بعضها ما هي هذه الأسباب التي دعت أو التي أظهرت التعصب والتطرف ورفض الآخر لدى المسلمين ولدينا كعرب أيضا طبعا من ينظم لنا الآن نذكر بإمكانكم المشاركة من خلال الباركود الظاهر أمامكم فقط وجهوا أجهزتكم المتنقلة إلى القارئ الموجود معكم في الشاشة وقوموا بكتابة الإسم بعد ذلك بإمكانكم المشاركة معنا والتفاعل والإجابة على جميع الأسئلة المطروحة من خلال هذه الساعة بإذن الله طيب إذن مثل ما قلنا هو يسأل الآن عن أسباب التعصب والتطرف يعني نحاول أن نقرأ النص وأحيانا أن بعض هذه الكلمات قد تتوزع على أكثر من فقرة فنحن لا نكتفي بقراءة فقرة واحدة وإنما نحاول قراءة أكثر من الفقرات نبحث عن هذه الكلمات داخل النص داخل نص المطالعة حينما نجدها نضع تحتها مثلا خاط أو نضع علامة معينة بعد ذلك نحاول أن نبحث عن أسبابها نحاول أن نبحث عن أسبابها أو ما تتحدث عنه تلك الفقرة من هذه الكلمات أو عن هذه الكلمات المفتاحية الموجودة لدينا التعصب والتطرف ورفض الآخر إذن لدينا بعض الكلمات المفتاحية الموجودة داخل نص المطالعة نحاول البحث عنها وبعد ذلك التعرف على أسبابها بعد ذلك التعرف على الأسباب التي دعت إلى ظهور هذه الظواهر وهي ظواهر ليست من أصل ديننا الإسلامي وليست من أصل عاداتنا فإذن ما هي الأسباب التي دعت إلى ظهورها ما هي الأسباب التي دعت إلى ظهورها نذكر مرة أخرى بمن ينضمون لنا المشاهدة من أبنائنا وابنائتنا طلاب الصف الحادي عشر بإمكانكم المشاركة معنا من خلال فقط قارئ الباركود الظاهر أمامكم وكتابة الإسم بعد ذلك المشاركة معنا والإجابة على جميع الأسئلة الظاهرة طبعا مثل ما قلنا هذه الحصة تعتبر حصة تطبيقية لكيفية التعامل مع نص المطالعة ومثل ما قلنا ونذكر أن نص المطالعة يشغل حيز من الدرجات حيز يعني لا بأس به من الدرجات في الورقة الإختبارية فعملية تعاملك مع السؤال المطروح بعد فقرة المطالعة أو بعد نص المطالعة مهم جدا أن تتعرف كيف تتعامل معه وكيفية الإجابة على الأسئلة المطروحة أسفل من هذا النص كل ما تحتاجه أنك تبحث عن الكلمات المفتاحية التي ترد في السؤال تبحث عن هذه الكلمات المفتاحية التي ترد في السؤال داخل النص داخل نص المطالعة بعد ذلك تقوم بعملية الإجابة فالآن هو يسأل عن أسباب التعصب والتطرف ورفض الآخر هذه كلها كلمات مفتاحية وردت داخل النص فأنت محتاج أنك تقرأ بعض الفقرات الموجودة ومثل ما قلنا هي دائما تكون هنا قراءة أولية لنص المطالعة وأثناء القراءة الأولية تضع بعض العناوين الجزئية أو الفرعية عنوين فرعية لكل فقرة من الفقرات عن ماذا يتحدث هنا تضع لها عنوان أو تضع كلمة أو كلمتين بحيث أنك تستطيع أن تصل حول الموضوع التي تتحدث عنه كل فقرة من الفقرات حتى الآن فقط وصلتنا عشر إجابات وصلتنا فقط عشر إجابات مثل ما قلنا نبحث عن التعصب والتطرف ورفض الآخر ككلمات مفتاحية وسنجد أن الأسباب ذكرت حول هذه الكلمات في المكان الذي وردت فيه في الفقرات طيب يلا نسرع فقط في الإجابة نسرع في الإجابة بحيث أن نستعرض إجاباتكم أربع دقائق أعتقد أنه وقت كافي لسؤال واحد لأنه هناك أيضا وقت محدد فمن المطلوب أن الطالب يكون سريع البديهة وسريع استخراج الإجابة وخصوصا في تعامله مع نص المطالعة طيب نستعرض بعض الإجابات التي وصلت نحاول استعراض الإجابات التي وصلت التفرق العنصرية بسبب السياسة ممتاز العنحراف عن معايير العدالة والعقلانية تمام ممتاز جميل ديانات والمذاهب ممتاز ابتعد الكثير من الناس عن منهج العقيدة وإظهار العداء والكراهية ذهاب المذاهب والإكتهادات بعيدا ممتاز أسامة غياب العدل والمساواة السياسة سعيد أيضا من الإجابات هنا ليست طبعا أي اسم تعصب التفرق العنصرية ممتاز حالة قادمة من السياسة وليس من العقيدة مكتوم يقول التحجر والقلو المنتشر بين الأفراد ضعف الروابط ممتاز وضعف الصدارة عدد من الفقهاء الجامدين جميل إجابة يعني رائعة مكتوم وإجابة دقيقة يعني يحاول أن يبحث عن الأسباب حيث ما وجدت داخل الفقرات شهد التفرق العنصرية تحجر والغلو وعليا أحسنت وضع الفقهاء الجامدين وليس الجاددين الذين افتقرون إلى التسامح الخلاق في الصدارة أحسنت أو أحسنت نسيبة رتاج قادمة إلينا من الحالة السياسية أيضا عدم المداومة على قراءة آيات التسامح والتأمل جميل جدا إذن وضع الفقهاء في الصدارة الفضل يقول أيضا تقريبا نفس الإجابة إذن أتت من بعض الفقهاء الجابدين ظهار العداوة بدر يقول بالضغاء الإجتهادات المذهبية العيش على منقولات وآراء افتقدت إلى روح المحبة صديقاتية التحجر والغلو وتفضيل يعني التحجر والغلو هي تقريبا الإجابة الصحيحة محمود طبعا مثل ما قلنا هو سأل عن مجموعة من الأسباب فدائما حينما تذكر الأسباب بشكل كامل تجد الدرجة يعني بشكل كامل همس تقريبا الإيابة أيضا صحيحة تعصب بدأت رفض الآخر وخرج عن العقيدة السياسة والتفرق العنصرية ممتاز بشارة من السياسة ملك التفرق العنصرية جميل إذن نستعرض الإجابات الصحيحة إذن أسباب التعصب والتطرف كما هي موجودة داخل النص النص الموجود أمامكم إما أن يكون أتت إلينا من اجتهادات مذهبية مغلوطة بعض الإجتهادات التي ظهرت هي اجتهادات مغلوطة حول كيفية التعامل سواء مع الآخرين سواء كانوا من نفس المذهب أو من نفس الديانات أو من نفس الجنسيات كانت هناك بعض الإجتهادات المغلوطة التي لا تمد إلى الإسلام وليست مأخوذة أصلا من أصول الإسلام وإنما اجتهادات مغلوطة أدت إلى التعصب والتطرف أو أدت إلى ظهور التعصب والتطرف أيضا الفقهاء الجامدين المفتقرين للتسامح أحيانا لعملية تأثير الفقهاء الجامدين ومؤلفاتهم ومن تشر عنهم من مقولات أيضا أدت إلى ظهور هذا التعصب والتطرف مع مجموعة من الناس وخاصة مع مجموعة من الناس الذين يتأثرون بهذه الأقوال أيضا الغلو والتشدد القادم من السياسة هنا مسألة الاختلاف السياسي أيضا أدت إلى ظهور التعصب والتطرف رح نجد كل هذه الإجابات موجودة في الفقرة الخامسة وأيضا الفقرة السادسة في الكتاب رح نجد أن هذه الأسباب كلها موجودة في الفقرة الخامسة والسادسة رح نجد أن كلمة التعصب والتطرف ورفض الآخر موجودة داخل النص ووجدت الأسباب التي أدت إليها ووجدت الأسباب التي أدت إليها إذن هذه هي أسباب التعصب والتطرف مثل ما قلنا مرة أخرى حينما أجيب على السؤال أبحث عن الكلمات المفتاحية داخل النص أو داخل الفقرات أو ما هي الفقرات التي ترد فيها هذه الكلمات وبعد ذلك أقوم بعملية الإجابة إذن هذه أسباب التعصب والتطرف ننتقل الآن معكم أيضا إلى سؤال آخر هذا السؤال هذه المرة متعلق بتحقيق التسامح كيف بالإمكان أن نحقق التسامح في حياتنا هل هناك طريقة معينة بإمكاننا من خلالها أن نحقق التسامح في حياتنا نجعله جزء من سلوكنا وسلوك التعامل البشري طبعا موجود له طريقة معينة أو موجود له مجموعة من الطرق التي بالإمكان من خلالها أن يؤدي التسامح أن يكون جزء من سلوكنا اليومي الآن المطلوب منكم فقط الدخول إلى الباركود الموجود هذا أمامكم الظاهر بعد ذلك كتابة الإجابات التي تتعلق بهذا السؤال فقط ندخل على الباركود الموجود أمامكم بإمكانكم الخروج من الباركود هذا أو إنزاله وبعد ذلك الدخول على الباركود الموجود أمامكم وكتابة الإجابات المتعلقة بهذا السؤال كيف يمكن تحقيق التسامح رح تجدوا طبعا هذه الشاشة ظاهرة أمامكم نعم رح تجدوا هذه رجع لكم فقط الباركود هذا الباركود تأخذوا بعض الوقت كذا فقط تنتقلوا رح تجدوا صفحة موجودة بإمكانكم فيها كتابة كيفية تحقيق التسامح بإمكانكم أيضا إدراج بعض الصور عن التسامح بإمكانكم إدراج بعض المقاطع عن التسامح لتحقيقها في حياتنا أو الإجابة عليها طبعا مثل ما قلنا فقط نقرأ هذا الكود الظاهر أمامنا بعد ذلك رح ينقلكم إلى هذه الصفحة أو إلى هذه الشاشة الآن وصل تقريبا إلى عدد 16 بإمكانكم الكتابة كيف يمكن تحقيق التسامح في حياتنا وجعله جزء من سلوك حياة الأفراد في المجتمع بإمكانكم فقط يعني لديكم بعض الأدوات هنا في الأعلى بإمكانكم اللي هي مثلا نوت نيو نوت استخدام مذكرة جديدة وبعد ذلك كتابة الكتابة بإمكانكم اختيار ألوان بإمكانكم أيضا إدراج بعض المقاطع وبعض الصور المتعلقة بالتسامح الآن وصلت يعني بعض الطلاب وصلوا إلى هذه الصفحة بإمكانكم بدأ الكتابة كونوا سريعين في الكتابة بحيث أنكم يتيحكم كتابة أكثر من إيابة كل إيابة تستطيعوا كتابتها بشكل مفرد يميل رائع محبة الناس العفو عن ما نساء إليك الكلمة الطيبة معاملة الحسنة هنا أيضا تبدأ من داخل النفس وتوظيفها رائع هنا في إيابة بإمكانكم اختيار ألوان أيضا لإياباتكم مثل ما قلنا بإمكانكم حتى إدراج صور عن التسامح بحيث أنكم تصلوا إلى الطرق الصحيحة لجعل التسامح جزء من سلوكنا اليومي وسلوك الأفراد الموجودين تداوم تبدأ من الداخل مساعدة الفقراء محتاجين إزاحة العقد والكراهية الكلمة الطيبة البشاشة في وجوه الناس جميل كلمة طيبة كظم الغيظ والعفو عن الناس رائع جميل إجاباتكم جميلة جدا إجاباتكم جميلة جدا يعني لضيق الوقت نستعرض الإجابة الصحيحة يعني تقريبا معظمكم وصل إلى الإجابات الصحيحة إذن تحقيق التسامح يتم من خلال الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة وأثرها في النفوس لذلك مثل ما قلنا في الآية ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أيضا التسامح مع النفس إذن هو يبدأ من النفس أيضا مثل ما ذكروا ذكر أحد الطلاب بأنها تبدأ من النفس فحينما يبدأ التسامح مع النفس بإمكان أيضا التسامح مع الآخرين التحرر من التعصب بحيث أن الشخص يتحرر من عملية التعصب التي موجودة لديه سواء كان هذا التعصب تعصب عرقي أو تعصب مذهبي أو تعصب أيضا حتى باختلاف الأديان أيضا حماية العلاقات حماية الإنسان بعلاقاته أو حينما يحمي العلاقات الحميمية سواء من خلال صلة الرحم أو من خلال علاقات الأصدقاء أو علاقاته مع الآخرين فحينما يحمي هذه العلاقات من ما يشوبها يستطيع أن يحقق التسامح أيضا هناك قبول الآخر أن تقبل الآخر كيفما كان هذا الآخر أو كيفما كانت ديانته أو لونه أو جنسيته فعملية قبول الآخر تحقق أيضا التسامح أيضا التعامل الحسن هو طريق لتحقيق التسامح فحينما تتعامل مع الآخر بطريقة حسنة أن تتحقق التسامح إذن هذه كلها الأسباب التي تؤدي إلى تحقيق التسامح شاكر لكم متابعتكم وشاكر لكم أيضا انتباهكم وإجاباتكم معنا بشكل دائم متمنية لكم بإذن الله التوفيق وتمسونا على خير بإذن الله اشتركوا في القناة